السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدى هطول الأمطار الغزيرة المترافقة مع واصف رعدية بشكل غير متوقع لحدوث فيضانات عارمة اجتاحت عدة مناطق في وسط العاصمة الماليزية كوالالنبور وفي وادي كلانج وإيكوتشيراس وبندرسيري وبيرمايسوري وغيرها من المناطق وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدا مصورة تظهر الهطولات الشديدة وقوة الفيضانات في المنطقة وارتفاع منسوب المياه في الشوارع أوضحت اللقطات أيضا عملية إنقاذ لإحدى السيدات التي علقت سيارتها في المياه بينما ظهر في مقطع فيديو آخر العديد من المواطنين وهم يدفعون بسياراتهم إلى مناطق آمنة بعيدا عن مجرى الفيضانات هذا وتشير المعلومات إلى دخول المياه العديد من المنازل والمحلات التجارية وخصوصا في منطقة بندرسيري وقد سببت أضرارا مادية فادحة في الممتلكات العامة والخاصة كما وغمرت المياه العديد من السيارات وتوقفت حركة المرور في عدة أماكن فرق الإنقاذ والدفاع المدني سارعت من أجل مساعدة الأشخاص العالقين في عرباتهم بين المياه ولتأمين تصريف سريع للفيضانات في محاولة لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها وقد نشرت إدارة المعلومات في كوالا لنبور تغريدة على حسابها الرسمي في منصة X حذرت فيها المواطنين من الخروج ضمن الطرقات العامة في مناطق الفيضانات حرصا على السلامة العامة وللحفاظ على سياراتهم من الأضرار المحتملة ضمن المناطق المتضررة هيئة الأرصاد الجوية الماليزية أصدرت بيانا حذرت فيه السكان من أن البلاد سوف تشهد أمطار غزيرة بشكل مستمر خلال فترة الأمطار الموسمية التي بدأت منذ دخول الشهر العاشر وأوضحت أن المنطقة سوف تشهد المزيد من هذه الفيضانات المفاجئة وحذرت بشدة القاطنين حول الأنهار من كون مستوى المياه وصل إلى حد خطير في أكثر من عشرة أنهار في عموم البلاد الجدير بالذكر أن ماليزيا شهدت فيضانات عنيفة منذ عامين أدت إلى نزوح نحو 129 ألف شخص كما شهدت أجواء مماثلاء العام الماضي مما أجبر 156 ألفا على ترك منازلهم نتيجة ارتفاع منسوب المياه والانهيارات الأرضية ويحذر خبراء الأحوال الجوية من ازدياد حدة الوضع سوءا بعد تأثيرات التغير المناخي الحالية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة